أبناء طلبة وطالبات الصف الثالث من التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الفيزياء في برنامجكم في بيتنا مدرسة هنتكلم النهاردة عن محتوى مادة الفيزياء للصف الثالث اللي إن شاء الله هيتم دراسته طوال العام المنهج عندنا بيحتوي على وحدتين الوحدتين دول زي ما احنا شايفين الوحدة الأولى بعنوان الكهربية الوحدة الثانية بعنوان الفيزياء الحديثة الوحدة الأولى أو الكهربية بتحتوي على ثلاث فصول الفصل الأول ده بعنوان الكهربية الساكنة أو الاستاتيكية ده المعنى الثاني بتاع الساكنة الفصل الثاني بعنوان الكهربية المتحركة بنون عليها الكهربية التيارية لأنه بينتج عنها الطيار الكهرباء نتيجة حركة الإلكترونيات أو بنسميها الكهربية الديناميكية الفصل الثالث في هذه الوحدة بيسمى التأثير المغناطيسي للطيار الكهرابي أو المجال المغناطيسي للطيار الكهرابي ده ده الجزء الأول أو الوحدة الأولى من المنهج بتاعنا إن شاء الله بإذن الله في الوحدة الثانية الفيز الحديثة هنتكلم عنها بعد ما نوصف أو نشرح بالتفصيل محتويات الوحدة الأولى الوحدة الأولى زي ما انتفقنا الفصل الأول بنتكلم فيه عن الكهربية الساكنة وإن في الكهربية الساكنة لما نيجي نتكلم عن الفصل بتاع الكهربية الساكنة أو الديناميكية أو الاستاتيكية بنقول هي الكهربية اللي بتبقى موجودة على أسطح الأجسام نتيجة انتقال الإلكترونيات من موصل إلى موصل آخر أو من مادة إلى مادة أخرى عشان نفهم الكهربية الساكنة أو الاستاتيكية بنبتدي نتكلم عن تركيب الزرة تركيب الزرة عندي وحنا عارفين من زمان أنه بتتركب الزرة من نواه والنواه دي بتبقى موجبة الشحنة وتتركز فيها كتلة الزرة وأن النواه دي بيبقى جواها نوعين من الجسيمات البروتونات الموجبة والنيوترونات المتعابلة الشحنة بيدور حولين النواه إلكترونيات سالبة الشحنة بتدور في مدارات أو مستويات طاقة الالكترونيات سالبة الشحنة نتيجة حركة الالكترونيات اللي موجودة عندنا هيبتدي يحدث عندنا الكهربية عمتا سواء كانت كهربية ساكنة أو كهربية متحركة تأني حاجة بنتكلم عنها في الفصل دوت هي طرق الشحن بالكهربية أو ما يطلق عليه أنواع التكهرب طرق الشحن بالكهربية عندي ثلاث طرق اللي هم التكهرب بالدلج والتكهرب باللمس والتكهرب بالتأثير في التكهرب بالدلج بناخد تجربة بسيطة وهي أن أنا بجيب ساق بين الزجاج أو قضيب من الزجاج وقطعة من الحرير وابتدي أعملهم عملية دلج أو احتكاج هلاقي لأن الالكترونيات السالبة تنتقل من ساق الزجاج إلى قطعة الحرير فيصبح ساق الزجاج مجابة الشحنة وقطعة الحرير سالبة الشحنة مع العلم أن الاتنين كانوا في الأول متعدلين الشحنة بطرق الشحن بالكهربية لأننا إزاي حول الجسم من جسم متعدل إلى جسم مشحون وأن أول طريقة طريقة الدلج زي تجربة قضيب الزجاج أو ساق الزجاج وقطعة الحرير في التكهرب باللمس بجيب مواصلين أحدهم معزول أو غير مشحون كهربين والآخر مشحون بأي شحنة كهربية بعملهم عملية تلامس بطريقة معينة فبقى أن تجعله أن المواصل المتعدل أو الغير المشحون بيشحن بنفس نوع الشحنة المستخدمة في التكهرب بالتأثير بنبتدي ناخد برضو مواصل متعدل أو معزول أو غير مشحون وابتدي أقربه بالتأثير قلنا يعني بالتقريب وابتدي أقربه من المواصل المشحون اللي عندي بأي نوع من أنواع الشحنة فلا أن المواصل المتعدل أو المعزول أو الغير مشحون بيشحن بعكس الشحنة المستخدمة تكلم بعد كده عن الكشاف الكهرابي بإحنا قلنا فيه طرق التكهرب قلنا عندي التكهرب بالدلك والتكهرب باللمس والتكهرب بالتأثير ثم بننتقل الكشاف الكهرابي الكشاف الكهرابي رسمته أو تركيبه إيه؟ قلنا الكشاف الكهرابي زي ما إحنا شايفين هو عبارة عن قاعدة خشبية فيه من ناحيتين الجزء اللي عندي قدام مني ده عبارة عن طبقتين معدنيتين رقيقتين دول بيبقوا محتوتين على نقوس من الزجاج في الطبقة السفلية منه فيه هنا سدادة مع السدادة بيعد منها ساق زجاجي ساق معدنية آسف الساق المعدنية دي بتنتهي بالكرس معدني تحت خالص فيه ورقتان زهبيتان والورقتان الزهبيتان دول هم عمل الكشاف الكهرابي يبقى إذن الكشاف الكهرابي أنا بعرف منه إيه فايدته الأول أن الكشاف الكهرابي بيستخدم فيه الكشف أو التعرف على الحركة الكهربية للجسم إذا كان مشحون أو غير مشحون كمان بناخد منه التعرف على نوع الشحنة وعشان يحصل لتنين دول بيستخدم الورقتان الزهبيتان يبقى أنا بعرف إن كان الجسم مشحون أو غير مشحون أو نوع الشحنة من خلال ورقتان الزهبيتان من خلال عمل الكشاف الكهرابي أنا بقرب منه مواصل مشحون وألاحظ حركة الورقتان الزهبيتان ومنها بعرف إن كان الجسم ده أو المواصل ده مشحون أو غير مشحون منخش بعد كده لحاجة اسمها قانون كلوم وده أحد القوانين المستخدمة في حل المسائل اللي عندي وأنه قانون كلوم القانون بتاعي الرياضي F بتساوي K في Q1 Q2 على ال D تربيع وده أنا بستخدمه في حل المسائل قد يطلب مني يعني أحسب قيمة ال F أو ال Q أو ال D طب معناها إيه ال F والK والK والD وأنه ال F معناها القوة ال K ثابت اسمه ثابت كلوم Q بمعنى الشحنة وD بمعنى المسافة ثم بننتقل بعد ذلك للمجال الكهرابي لشحنة وأن المجال الكهرابي لشحنة هو الحيز أو المنطقة المحيطة بالشحنة الكهربية من جميع الاتجاهات والله تتظهر فيها أثار هذه الشحنة يعني أنا عندي شحنة ببتدي أشوف المجال التأثير بتاعها حوالين منها دي وده بيكون في جميع الاتجاهات زي بالزبط لما بجيب مغناطيس فبتدي أحط حوالين منه شوية برادة أو شوية حدي أو مصامير بلاقي أن كتعة المغناطيس هذه تجذب البرادة أو المصامير لمدى معين بعكابة بيقل القوة المغناطيسية لهذا المغناطيس فتدريجيا لغاية ما تنتهي قوته كذلك هو المجال الكهرابي لشحنة إن الشحنة الكهربية عندي بتأثر على الشحنة أو الشحنات اللي موجود حوالين منها قد يكون بقوة تجاذب أو قد يكون بقوة تنافر ده يتوقف على المسافة الفاصلة بينها فبدولي المجال الكهرابي هو الحيز أو المنطقة المحيطة بالشحنة الكهربية من جميع الاتجاهات والتي تظهر فيها آثار تلك الأشياء كلمة بعد كده عن شدة المجال الكهرابي ورمزه وقلنا تعريفه هو الكوب النيوتين المؤسر على شحنة مقدارها واحد كولوم الموضوع عند تلك النقطة في قانون لشدة المجال الكهرابي قريب من قانون كولوم بيقول إن الإي وده القانون اللي بحسب به شدة المجال بيقول إن الإي بتساوي كي في كيو على دي تربيع وقلنا خلاص إحنا عرفنا إن الإي معناها شدة المجال الكي سابت كلوم وده مقدار سابت مقداره 29.9 نيوتين من التربيع لكل كلوم تربيع الكيو وهي الشحنة الدي وهي المسافة منتكلم في النقطة التانية في خلال حديثنا عن شدة المجال الكرام نتكلم فيها عن تخطيط المجال الكهرابي وإن كلمة تخطيط المجال الكهرابي معناها رسم المجال الكهرابي اللي عندي وهنا بيختلف رسم المجال الكهرابي من حالة إلى أخرى فقد يكون عندي رسم المجال الكهرابي لشحنة مجابة أو يكون عندي رسم مجال الكهرابي لشحنة سالبة أو هناك رسم أو تخطيط مجال الكهرابي لشحنتين مختلفتين ويعني إيه قلنا شحنتين مختلفتين يعني مجابة وسالبة لأن احنا قلنا عندنا الشحنات العن مجابة وسالبة ده الأسين وفي شحنة متعادلة بنقول إنه لما قول لشحنتين مختلفتين يبقى شحنتين واحدة مجابة والأخرى سالبة أو تخطيط المجال الكهرابي لشحنتين متشابهتين والشحنتين متشابهتين قد يكونوا الاثنين سالب أو الاثنين مجابة نتكلم بعد ذلك عن خصائص خطوط المجال وقلنا خصائص خطوط المجال دي اللي هنتكلم عنها إن شاء الله هي عبارة عن أربع خصائص إن خطوط المجال لا تتقاطع عبداً وتخرج من الشحنة المجابة إلى الشحنة السالبة بتتناسب شدة المجال تناسباً طردياً مع مقدار الشحنة المماس لأي خط من خطوط المجال عند أي نقطة بيدل على اتجاه المماس عند هذه أو اتجاه المجال عند هذه النقطة خش بعد كده في حديثنا عن منهجنا عن الجهد الكهرابي المواصل الجهد الكهرابي المواصل هو الحالة الكهرابي المواصل والتي يتوقف عليها انتقال الكهرابي منه أو إليه بمعنى إننا قد يكون عند النقطتين إحدى هما هنقول جهدها عالي والنقطة الأخرى جهدها منخفض بلاحظ لو إحنا وصلناهم بسالك هلاقي إن الكهرباء أو الشحنات الكهربية هتنتقل من النقطة الأعلى جهداً إلى الأقل جهداً حتى يتساوى الجهدان يبقى إذا الجهد الكهرابي المواصل دي الحالة بتاعة المواصل هتقدر تعرف إن كان هتنتقل منه شحنات كهربية أو هتنتقل إليه ثم بنتكلم بقى في الجزء بتاع الجهد الكهربية عن تعريف فرق الجهد بين النقطين V وحتى وحدية اسمها فولت وبرده V رمزها قلنا 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 فرق جهود بالنوترين هو الفي من خلال التعريف اللي انا قلت هو الشغل المبزول لنقل شحنة مجدارة فهو شغل على شحنة يبقى هقول ان الفي بتساوي W على Q وحدية اسمها فولت او جول لكل كلهم دي الوحدة المكافأة بتاعت الفولت بنتكلم اكي عن تعريف الفولت بقول هو فرق الجهود بالنوتين عندما يلزم بازل لشغل مجداره واحد جول لنقل واحد شحنات الكهربية بين النقطتين او من نقطة الى نقطة اخرى تكلم بعد كده عن قانون الجهد الكهرابي في مجال شحنة كهربية برضو قانون الفي بس خباك هنا بالقانون الاولاني كان ايجاد قانون فر الجهد بالنقطتين لكن هنا ايجاد او تعيين او حساب قانون شد او فر الجهد بالقرب من في مجال شحنة كهربية وانا دي بتساوي الفي بتساوي Q على دي الفي ليه الجهد الكهربية عند هذه الشحنة الكي سابت كلهم وخلاص احنا اتعودنا عليه الكيو الشحنة ودي المسافة ثم بنتحدث بعد ذلك عن السعة الكهربية والسعة الكهربية رمزها سي وهي النسبة بين شحنة المكسف او الموصل او الشحنة كبيرة تحملها الموصل الى جهد هذا الموصل قلنا السعة اللي هي رمزها سي بتساوي الكيو على الفي الكيو اللي احنا قلناها كذا مرة اتكررت اللي هي الشحنة على الفي ليه الجهد وحدته اسمها فراد ودي الوحدة المكافة بتاعتها فولت الكل كولوم وبنمثلها بالمسلس اللي قدامنا اللي هو الكيو السي والفي بتكلم عن خصائص السعة الكهربية وخصائص السعة الكهربية ان ثلاث خصائص دائما مجابة سابتة في المجدور للجسم الواحد تتوقف على الابعاد الهندسية للجسم وكذلك الوسط الذي يوجد في هذا الجسم مكسفات الكهربية هي اجهزة بتستخدم لتغزين الشحنات الكهربية عند الحاجة اليها كما في دوائر الراديو والتلفزيون من انواع المكسفات الكهربية المكسف زلحين المتوازين هو اذا ما احنا شايفين من الرسم هو مكسف بيتكون من لوحين معدنيين زي احنا شايفين اهم في النص اللوحين معدنيين دول بمعزولين عن بعض وفيما بينهم مادة عزلة زي الهوى او الزجاج وده بنسميه المكسف زلحين المتوازين ايه هالعاملة توقف على ساعة المكسف زلحين المتوازين هنسترجع مع بعض الرسمة بتاعتنا هلاقي العوامل بتاعتي اول العامل هو المسافة الفاصلة بين اللوحين اللي عند دول تاني عامل مساحة سطح اللوح المتواجد تالت عامل سابت العزل الوسط وان العازل اللي موجود ما بين اللوحين دول بيختلف هواء او زجاج او بورسلين او مطاط او بلاستيك طبعا كل واحد فيهم العزل بتاعه بيختلف من مادة الاخرى اختلاف المادة الاخرى ده بيأثر على ساعة المكسف فبنحط عامل من العوامل اللي هو سابت العزل للوسط نتكلم عن بعد ما تكلمنا عن العوامل هتكلم عن قانون حساب ساعة المكسف زلحين المتوازين من العوامل اللي قلنا اننا عند العوامل للمسافة الفاصلة بين نقطين اللي يديه. ساعة سطح اللوح اللي هو الايه. سابت العزل اللي هو الميو. بنجمع الكلام ده كله في قانون نحسب به ساعة المكسف زلوحين المتوزين. لو السي بتساوي واحد على اربع باي في ميو ايه على اديه. طيب بعد ما اتكلمنا عن ازاي يحسب ساعة المكسف من خلال العوامل اللي بيطاقة عفلها ساعة المكسف زلوحين المتوزين هنتكلم عن الطاقة المختزنة في المكاسف والطاقة المختزة المكاسف اني انا عندي المكاسف الطاقة اللي بياخدها اللي بتبذل في سورية شغل بتتخزن جواه في سورية طاقة قهربية القانون بتاعها الإي بتساوي نص كيو في لو الكيو مش عندي يبقى عندي إن الإي بتساوي نص سي في تربيق الكيو اللي هي الشحنة زي ما احنا قولنا السي اللي هي سعة المكثف الفي اللي هي فر الجهد توصيل المكثفات الكهربية في الدواير الكهربية ق陽نا التوصيل ده بيتم بطريقتين في توصيل المكثفات على التوازي زي ما بالرسم اللي عندي. وليها قوانين بنبتدي نشتغل عليها منها قانون السع الكلية. وقانون السع được. احنا عارفين السعر رمضها si. قانون السعر السعر كلية في حال توصيل على التواصل asi. بتشاو asi واحد زاد 6.2 زاد si 3 زائد 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 زائد. على حسب المكسفات اللي عندي. يبقى اذا لو انا عندي 3 مكسفات. يبقى عشان اجيب السعر اللي لهم هجمعهم هما ال3. لو عندي 5 مكسفات عشان اجيب السعر كلية هجمعهم هم الخمسة. طريقة التانية في توصيل المكسفات في الدوارة الكربية وهتوصيل المكسفات على التوازي على التوالي كما بالشكل. وانه عشان نجيب برضو لها عدة قانون هنتكلم عنهم باستفادة اثناء شرحنا للمنهج في الحلقات القادمة ان شاء الله. اه القانون النهائي بتوصيل المكسفات على التوالي بيقول ان الواحد على سي بتساوي. واحد على سي واحد زاد واحد على سي اتنين زاد واحد على سي تلاتة زاد واحد على واحد على اي عدد من المكسفات المستخدمة في التوصيل على التوالي. من انتقل بعد كده مع نهاية دراستنا بعد ما هندرس الفصل الاول هنبتدي ناخد الفصل التاني وده بعنوان الكهربائر المتحركة. طب الكهربائر المتحركة او الديناميكية او التيارية قلنا بتتكلم عن ايه بصورة سريعة. اول حاجة بنتكلم عنها تعريف الطيار الكهربي وهو انه وفيد من الالكترونيات الحرة للتسري في مواصل. تعريف شد الطيار وانا شد الطيار هو رمزه الاي هو كمية من الشحنات الكهربية او ها كمية الكهربائي اللي تمر خلال مقطع معايم مواصل في زمن قدره ثانية واحدة. ومن خلال التعريف بتاع شد الطيار بقدر اطلع القانون شد الطيار اللي هو الاي بتساوي كيو على تي. الامبير هو وحدة قياس شدة الطيار. لما اجع عرفه بقول هو شد الطيار الكهربائي عندما يمر فرق او عندما يمر طيار شدته عند اسف عندما يمر كمية من الكهربائي خلال مواصل خلال مكتب معايم مواصل بمعدل واحد كلهم لكل ثانية. تعريف الكوة الدفع الكهربائي من مصدر الكهربائي قلنا هو الشغل الكل المبزول لنقل واحد شحنات الكهربائية داخل المصدر وخارجه. ثم بننتقل في حداثنا في الفصل الثاني عن الشروط الواجب توفرها لمرور طيار الكهربائي في دايرة الكهربائية قلنا الشروط اللي عندي اول شرط وجود مصدر كهربائي سواء كان عمود كهربائي او بطارية. تاني حاجة ان تكون الدائرة مغلقة لان في حالة عدم وجود بطارية ما فيش حاجة هتغزي الدايرة الكهربية اللي عندي بالشحنات او الالكترونات فمش هيبقى فيه طيار كهربية قمنا ان لما الدارة يبقى مفتوحة يبقى ما فيش مواصر متصل للالكترونات او للشحنات المتواجدة اللي عندي فبتدي بعد كده ما بيتواجدش طيار كهربية يبقى ازا عشان يبقى ضروري الحاجات الضروري لوجود طيار كهربية في دائرة كهربية وجود مصدر كهربية وان تكون الدائرة مغلق بنتكلم في الجزاء دي برضو عن المكاومة الكهربية والمكاومة النوعية المادة والتواصلية الكهربية لمادة المكاومة الكهربية بتبقى رمزها R وقلنا هي خاصية ممنعة المواصل لمرور الطيار الكهربية ودي لها نوعين في مكاومة سبتة ومكاومة متغيرة بنطلق على كلمة ريوستات المكاومة النوعية لمادة قلنا هي مكاومة مواصل طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع وحدته قوم في متر القانون بتاع المكاومة الكهربية R بتساوي رو في L على A لكن المكاومة النوعية الرو بتساوي R في A على L التواصلية الكهربية لمادة هي مقلوب المكاومة النوعية للمادة دي ببرمزها سيجمة وقلنا وحدتها بتبقى قوم السالب واحد في متر السالب واحد ثم بننتقل في هذا الفصل بعد كده عند أنواع المكاومات قلنا مكاومة سبتة ومكاومة متغيرة أو ما يطلق عليها ريوستات قانون أوم قلنا قانون أوم إحنا خدناه قبل كده قانون أوم بيمثل بالمثلث إحنا عارفينه بس كنا بناخده بالرموز العربي إحنا دلوقتي بناخد بالرموز بتاعنا اللي هي رموز المعتادة عندي الV والA والR الV اللي هي فرق الجهد الA لشيط طيار الR اللي هي المكاومة الكهربية قانون أوم بيقول شيط طيار الكهربي اللي هو رمز الA التي تمر في مواصل بتتناسب طرديا مع فرق الجهد اللي هو الV بين طرفي هذا المواصل عند سبوت درجة الحرارة ثم بنتحدث عن العوامل اللي توقف عليها المكاومة الكهربية المواصل وأن كلمة مواصل عشان نبقى احنا متعودين عليها كلمة مواصل يعني سلك إيه هي بقى العوامل اللي توقف عليها المكاومة الكهربية المواصل أو سلك هلاقيهم هم أربع عوامل أول عامل طول السلك وده رمزه L وده ما بينهم تناسب طردي ثم بنتكلم بعد كده عن تاني عامل وهو مساحة سطح أو مساحة مقطع المواصل وده برمزه ايه وده تاني عاشه بعكسي ثم تالت عامل وهو نوع مادة المواصل ورابع عامل من العوامل هو درجة حرارة المواصل يبقى العوامل اللي توقف عليها المكاومة الكهربية المواصل طول المواصل مساحة مكاومة المواصل نوع مادة المواصل درجة حرارة المواصل الموصل. بتكلم بعد كده عن توصيل المكاومات الكهربية في الدائرة الكهربية. اول طريقة من طرق توصيل المكاومات هو توصيل المكاومات على التوالي. وزي ما احنا شايفين دي طريقة التوصيل على التوالي. في حالة توصيل على التوالي برضو في مجموعة من القوانين والمسائل في كل المواصبة. كان يبتد نتدرب عليها اسناء الحلقات الشرح ان شاء الله. القانون نهاية في التوصيل على التوالي ان الار بتساوي ار واحد زايد ار اثنين زايد ار ثلاثة زايد اربعة زايد ار خمسة وهكذا. مهما عدد عدد المكاومات الموجودة عندي هجمحهم عشان احصل على المكاومة الكلية للدائرة. في حالة التوصيل المكاومات على التوالي. تاني طريقة وهي التوصيل على التوازي كما بالرسم برضو. ولما اجي احسب او اشوف حساب المقاومة الكلية في حالة التوصيل على التوازي القانون المستخدم كان لمقاومة فقط لكنه احنا بنشتغل في الشرح بنتكلم عن فرق الجهد مشتغل عن شدة الطيار لكن هنا بنقول المقاومة الكلية في حالة توصيل على التوازي 1 على R1 1 على R1 1 على R2 1 على R3 كده بنكون انتهينا من المحتوى بتاع الفصل الاول والتاني ثم بنبدأ بعد كده نخش في الفصل الثالث او اخر فصول الوحدة الاولى اللي هي فصول الكهربية الفصل الثالث ده بعنوان التأثير المغناطيسي للطيار الكهرباء او ما يطلق عليه المجال المغناطيسي للطيار الكهرباء اللي اكتشف هذه الظاهرة هو عالم اسمه أورستيد العالم أورستيد ده زي ما احنا شايفين في الرسم حط إبرة مغناطيسية وقالنا إبرة مغناطيسية يعني لا تتأثر الا بالمجال المغناطيسي يعني ما يحصل لقاش حركة غير في وجود المجال المغناطيسي وضع الابرة دي اسفل سلك يحمل طيار كهرابي يعني مفيش مجال مغناطيس فيش مغناطيس عندي مش هنقول مفيش مجال لا مفيش مغناطيس عندي كل اللي موجودة عندي الابرة وفوق منها السلك اللي بيمر فيه طيار كهرابي حلا هو لاحظ انحراف الابرة المغناطيسية احنا اتفقنا ان دي ابرة مغناطيسية بلا تتأثر الا بالمجال المغناطيسي طالهم ان الابرة انحرفت ده دليل على وجود مجال المغناطيسي طيب جي منين المجال المغناطيسي مما يدل على أن مجالا مغناطيسيا تولت حوله السلك الذي يمر به الطيار الكهرابي بإذن هيتولد مجال مغناطيسي نتيجة مرور الطيار الكهرابي في السلك طيب لو ما مرش في السلك طيار الكهرابي هل هتنحرف الإبرة؟ مش هتنحرف الإبرة عندي لأن أولا ما فيش مجال مغناطيس موجود أساسا عدم مرور طيار كهرابي في سلك مش هيولد مجال مغناطيسي فمش هتنحرف الإبرة المغناطيسية بتكلم في النقطة اللي بعد كده من خلال الفصل الثالث برضو باختصارات بسيطة بنتكلم فيها عن تعريف الفيد المغناطيسي اللي رمزه فيه فاي وكسافة الفيد المغناطيسي اللي رمزه به ودول تعريفين مهمين الفيد المغناطيسي قولنا هو العدد الكولي لخطوط الفيد المغناطيسي التي تمر في مساحة معينة ووحدة كاس الفيد هو الويبر كسافة الفيد المغناطيسي هو عدد خطوط المجال المغناطيسي اللي تمر على مدين على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة وقلنا كسافة الفيد المغناطيسي دوت اللي هو البي وحدته تسلا أو ويبر لكل متر مربع القانون بتاع البي اللي عندي البي بتسوي في على ايه حيث البي هو كسافة الفيد المغناطيسي الفاي هو الفيد المغناطيسي الإيه هو مساحة المساحة المحيطة بالنقطة اللي عندي أو المساحة اللي بيأثر فيها المجال المغناطيسي قلنا من هنا نقدر نجيب برضو كنون الفايل نقول الفايل بتساوي البي في الال البي ليا كسافة الفيض وإيه اللي هي المساحة طيب أنا وأنا في عنوان الدرس قلت التأثير المغناطيسي للطيار الكهرائي يبقى إذن الفصل ده أنا ما عنديش مغناطيسي أنا دايما لما باجي أحصل على مجال مغناطيسي باحصل عليه من الطيار الكهرائي طيب هل لو أنا عندي سلك مستقيم أو سلك ملفوف في هل هيئة ملف سواء كان ملف دائري أو ملف حلازوني أو أي شكل من الأشكال هل المجال المغناطيسي اللي هتولت في كل منهم هيبقى زي بعضه ولا فيه اختلافات ما بينهم ما العلم نقولنا سلك مستقيم بتفرجة سلك مستقيمة واحدة لكن الملف بيبقى قلبه عليه عدد من اللفات تتراوح ما بين زي ما زي ما انت عايز خمسين مية الف وكمسمائة زي ما انت عايز العدد اللفات اللي موجودة في الملف ده زي اللي موجود في قلب المطور اللي عندي طيب هل هتختلف المجال المغناطيسي الناشئ عن الطيار الكهرائي في كل منهم اه هيختلف عشان كده لما هنيجي نتكلم عن تأسيم مطورة الكهرائي في الفصل التالت هنتكلم عنه من خلال تلات حاجات اول حاجة هنتكلم عنها المجال المغناطيسي لطيار الكهرائي يمر في سلك مستقيم زي ما احنا شايفين الرسمة اللي عندي دي تجربة بتتعمل ان انا ببع عندي سلك مستقيم يمر فيه طيار الكهرائي همرره خلال لوح من الوراء المكالة وراءة السكيتش وابتدأ رش عليه برادة حديد هلاقي ان البرادة عندي بتاخد شكل دواير حوالين السلك الدواير دي المركز بتاعها هو السلك طيب لو انا ما مررتش طيار الكهرائي في السلك مش هتولد مجال المغناطيسي فتظل البرادة مرشوشة بدون اي شكل تتخز طيب وانا بتكلم عن مجال المغناطيسي لطيار كهرائي يمر في سلك مستقيم وانا بتكلم عنه من خلال الشرح المستفيد في الحلاقات القادمة طيب هنتكلم فيه عن ايه هنتكلم فيه عن طرق تحديد اتجاه المجال المغناطيسي طيب هنا طرق تحديد ايش ليه طرق تحديد اتجاه المجال المغناطيسي طب إحنا عارفين المجال المغناطيسي بيبدأ من الكتب الشمالي للكتب الجنوبي هنا ما فيش الشمالي والنجوم بيدي عبوره عن دواير يبقى إذن بدور على طرق أحدد بها تجاه المجال المغناطيسي ودول بيبقى ثلاث طرق إما باستخدام بوصلة صغيرة إما باستخدام قاعدة البريمة اليومنا لماكسويل أو إما باستخدام قاعدة اليد اليومنا لأمبير هنأتكلم عن العوامل اللي بتوقف عليها كسافة الفيد أو المجال المغناطيسي الناشي عن مرور الطيار القرابي في سلك ولان العوامل ديت عندي عاملين قيمة شدة الطيار والمسافة أو البعد اللي ما بين النقطة والسلك اللي احنا اتفانا إن السلك هو اللي همر فيه المجال المغناطيسي يبقى إذن هو أكتر نقطة يبقى فيه مجال المغناطيسي هي حوالين أو عند مركز السلك كل ما هبين عن مركز السلك هبتدي المجال المغناطيسي أو كسافة الفيد المغناطيسي هتقلم قانون اللي بيربط العوامل اللي عندي اللي هو البي بتساوي 100 على 2 باي في اي على دي 100 على 2 باي في اي على دي طبعا كل قانون بقوله هو عليه مثال ان شاء الله هنتدرب عليها بإذن الله تعالى ثم بعد كده بناخد الجزء التاني احنا اتفقنا انه هيختلف المجال المناطيس الناشة عمورة الكهرابي من حالة الى اخر كانت اول حالة هي السلك المستقيم طب ايه بقى الحالة التانية الحالة التانية هو المجال المناطيس لطيار كهرابي يمر في ملف دائري كما بالرسم ايدي الملف الدائري وهو مراره خلال لوح من الوراء المقوى وبتدي ارش برادة حديد فلاي خطوط المجال بتاخد نفس الاشكال اللي موجودة عندي عبارة عن دوائر حوالين الطرفين بتوع الملف وبتدي بعيكات ده بردي بتبتدي تتسع لغاية لما تكون عند محور مناف كأنها خطوط مستقيمة متوازن برضو لما انا هشتغل عن الجزء دات هشتغل على طرق تحديد الاتجاه نحن اتفقنا ما فيش كطب شمال وكطب جنون فطرق التحديد الاتجاه عندي هم طريقتين قاعدة البريمة اليومنا المكسول وباستخدام بوصلة صغيرة بشتغل برضو بعد كده عن العوامل اللي بتوقف عليها كسافة الفيد الموناطيسي اللي هينشأ في الملف الدائري دو تلوات بي بتساوي ميو على اثنين في انف اي على ار ده القانون بتاعي قلنا العوامل اللي موجودة اللي هو اول حكشة تيار تاني حاجة عدد لفات الملف تالت حاجة نصف كتر الملف وبرضو هنتضرب على مسائل القانون ده كتير التالت جزئية في المجال الموناطيسي لطيارة مر في طيارة كارابي هو مروره في ملف حلزوني وان ملف حلزوني اولولبي ده بيشبه السوستة قلنا مرور الطيارة الكارابي فيه وده نتيجة مرور الطيارة الكارابي بيبقى المجال بتاعه شبه المجال الموناطيسي للموناطيس ده بيبقى برعا خطوط منحانية عند محور الملف بتكون خطوط مستقيمة متوازية برضو لما نيجي بنشتغل بنشتغل من خلال طرق تحدي الاتجاه وده مفيش غير طريقة واحدة ايضا وهي قاعدة البريمة اليومنا لماكسويل العوامل اللي بتوقع فلها كسافة الفيدر الموناطيسي دي بتبقى موجودة برضو ثلاثة شد طيار عدد لفات ملف طول الملف ثم القانون المستخدم في حساب كسافة الفيدر الموناطيسي البي بتساوي ميو في انف اي على ال بيبقى الجزء ده هو وجود مجال موناطيسي ناشع مرور طيار كهرابي طيب لو انا عندي سلك يمر في طيار كهرابي واثرت عليه بمجال موناطيسي ايه لا يحصل؟ طب احنا اتفقنا لو عندي سلك يمر في طيار كهرابي هنشع عنه مجال موناطيسي طب لو انا فعلا عندي سلك يمر في طيار كهرابي وصلت عليه مجال موناطيسي ايه لا يحصل؟ ده اللي بنتكلم عليه في الجزء اللي جاي وهو الكوة التي يؤثر بها مجال موناطيسي على سلك يمر بيه طيار كهرابي موضوع في هذا المجال ادي السلك وادي بيمر فيه طيار كهرابي وموضوع في مجال المناطيسي بلاي السلك ده ان المجال المناطيسي بيأثر عليه بكوة الكوة دي بتعمل على تحريك السلك القانون المستخدم معايا ان الاف بتساوي البي في الاي في الال في ساين سيتا احنا قلنا الاف اللي هي الكوة من الاول خالص البي لها كسافة الفيد الاي شد طيار الال طول السلك والسيتا هي الزوية المحصورة ما بين اتجاه الخطوط المجال المغناطيسي واتجاه شيء الطيار اللي بيمر في السلك بكده بنكون خلصنا الوحدة الاولى او دراسة المحتوى او التعريف بنقاط الهمة موجودة في الفصل او الوحدة الاولة اللي هي الكهربية وانا دي بتعتمد على او بتجتمل على ثلاث فصول اللي هو الفصل اول الكهربية الاستاتيكية او الساكنة فصل التاني الكهربية الديناميكية او المتحركة او الطيارية فصل التالت الوقت تأثير المناطيس للطيار الكهرباء بنبدأ ناخد فكرة برضو سريعة عن الوحدة التانية والوحدة التانية بعنوان الفيزياء الحديثة ودي بتجتمل على ثلاث فصول فصل اول ده بعنوان الاطياف الزرية فصل التاني ده بعنوان الليزر الفصل الثالث بعنوان الإلكترونيات الحديثة الفصل الأول بعنوان الأطياف الزرية بليبدأ كلامنا فيه عن تصورات تركيب الزرة هنا تصورات تركيب الزرة أو نظريات تركيب الزرة دي كتيرة جدا لأنها مع مر الزمن بناخد ثلاث أمثلة فقط عليهم اللي هم نموذج زرة تومسون نموذج زرة رازرفورد نموذج زرة بور كل نموذج من دول بيبقى لي عدد من الفرود نموذج زرة تومسون هم فردين فقط أن الزرة في الحالة عادية متعدلة الشحنة الكهربية وأن الزرة عبارة عن قرى مصمطة مصنوعة من مادة موجبة الشحنة تنغمز بداخلها الشحنة السليمة تاني نموذج هو نموذج زرة رازرفورد وده بيعتمد على أربع فرود اللي هم الفرد أولاني برضو الزرة متعدلة الشحنة الكهربية يوجد في مركز الزرة نواية موجبة الشحنة ثلاث حتى تحرك الإلكترونيات حول النواية بسرعة كبيرة جدا حركة عشوائية في جميع الاتجاهات آخر فرد من الفرود رازرفورد وهو أن الزرة معظمها فراغ معظم الزرة فراغ نموذج زرة بورد بيجتمل على ست فرود تلات فرود اللي هم يوجد في مركز الزرة نواية موجبة الشحنة تدور الإلكترونيات حول النواية في مدارات أو مستويات طاقة الزرة في الحلعة دي متعلقة الشحنة الكهربية ينطبق على الزرة قوانين نيوتين وقانون كلوم يمكن حساب نصف كتر المدار طاق ديريا وأخيرا عندما ينتقل الإلكترونيات من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل فأنه يفقد قدرا من الطاقة تسمى فوتون بعد ما منكمل تصورات تركيب الزرة بنبتدي نشتغل على الأشعة السنية إيه هي الأشعة السنية؟ الأشعة السنية هي أشعة إكس أو أشعة رونتجين قلنا سمية أشعة رونتجين إلى نسبة إلى مكتشفها قلنا الأشعة السنية تعريفة هي موجات كهرومغناطسية عالية الطاقة طاقة في منطقة الدوق غير المرئي بين الأشعة فولبا نفسجية وأشعة جامع خواص الأشعة السنية عندما بقى خمس خواص قلنا أول خاصلة تتأثر بالمجالين الكهرابي والمناطسي تاني حاجة قلنا أن هي لها قدرة كبيرة على النفاذ لها قدرة كبيرة على تأيين الغازات تؤثر على الواحي الفوتوغرافية الحساسة تحيد في البلورت عشان نحصل على الأشعة السنية فاستخدم أنبوبة كوليج وأنبوبة كوليج دي هي عبارة عن بوبة زجاجية مفرغة فيها فتيل وهدف ومن خلال حركة الإلكترونيات اللي موجودة من بين الفتيل والهدف بنحصل على الأشعة السنية طيف الأشعة السنية طيف الأشعة السنية ده بيبطفين طيف خطي وطيف متصل طيف المتصل اللي هو الطيف اللي عندنا اللي هو المادة اللي بيحتوي على مادة كبيرة من الأطوار الموجية اللي هو زي ألوان الطيف بتاعتنا اللي احنا بنشوفها طيف خطي ده بيبطيف المميز للأشعة السنية وده بيميز مادة الهدف وإحنا بنتكلم عن الأشعة السينية برضو بتكلم عن استخدامات الأشعة السينية وإن استخدامات الأشعة السينية بتستخدم في عمل الأشعة المقطعية عمل الأشعة المقطعية بتستخدم في عمل الأشعة للعزام والأسنان والشرين بتستخدم في الكشف عن البلورات والحام المعادن وبتستخدم في علاج الجلد في نهاية الفصل ده بنتكلم عن خطورة أرجوعات الكبيرة من الأشعة السينية والوقاية من مخاطر هذه الجرعات الكبيرة من الأشعة السنة ثم بننتقل في الفصل الثاني من الوحدة الثالثة اللي هو بعنوان الليزر الليزر هو عبارة عن تطخيم أو تكبير شدة الضوء بواسطة حاجة اسمها الانبعاث المستحاس يبقى إذن أنا بكبر شدة أو بضخم شدة الضوء بطريقة معينة اسمها الانبعاث المستحاس يبقى إذن الانبعاث المستحاسي ده أنا بحصل منه على أشعة الليزر طيب هل ما فيش قدامي عندي أنواع من أنواع الانبعاث غير الانبعاث المستحاسي؟ لا فيه أنواع من أنواع الانبعاث لكن هنتكلم في خلال دراسيتنا السنة دي عن نوعين فقط من الانبعاث وهو الانبعاث التلقائي والانبعاث المستحاسي الانبعاث التلقائي إذا ما إحنا شايفينه والانبعاث التلقائي ده بيوجد في مصادر الضوء العادية وده بيانتوك نتيجة أني ببتدي أدي طاقة للزرة وهي في المستوى الأرضي بتاعها بتريد تاخد طاقة تطلع لمستوى الإصارة فوق وهي في مستوى الإصارة بتبقى غير مستقرة بتوعة فترة من العمر مقدارها عشر سنة بتمانية سنة ثم بتهبط مرة أخرى لمستوى الأرضي في هبوطها لمستوى الأرضي بتفقد فتون استمرار إصارة الزرات بيطلع عندي كمية من الفتونات هي دي اللي بتديني الضوء العادي الانبعاث التاني ده يسمى الانبعاث المستحاس والانبعاث المستحاس هو أنه ده موجود في مصادر الليزر وأنه ده بيتكون إزاي أننا اصدارة باديها برضو كمية من الطاقة وهي في المستوى الأرضي بتبتدي تطلع لمستوى الإصارة بتقعد فترة من العمر اللي هي مقدارها عشر سنة بتمانية سنة قبل انتهاء فترة العمر بتاعتها ببتدي أديها كمية من الطاقة أخرى ده من خلال الجهاز المستخدم معايا في توليد أشعة الليزر أما بديها طاقة أخرى بتيجي برضو بتقعد نفس الفترة الزمنية لعشر سنة بتمانية بتبتدي تهبط للمستوى الأرضي لكن أثناء هبوتها بتفكد بدل ما تفكد فتون واحد بتفكد فتونين وبيتوالى عدد الفتونات المتولدة نتيجة حدوث تفريغ الكهرابي الموجود في أنبوبة أشعة الليزر فبنحصل على كم كبير من الفتونات وده اللي بيدي إلى شدة الضوء في الليزر من أنواع الليزر الموجود عندي لزر الهليم نيون ليزر الهليم نيون ده أحد أنواع الليزر وده الليزر غازي قلنا بيتكون من حتى الاسم موجود الهليم والنيون وهما بيتكون من غازها الهليم والنيون تركيب الجالزة ما احنا شايفين فيه انبوبة انبوبة التفريغ موجودة عندي انبوبة التفريغ ديات بيبقى موجود جواها الغازين اللي موجودون الهليام وليون منسبة عشرة الى واحد بتنتهي الانبوبتين دول بمرأتين المرأتين دول مستوياتين عاكستين احدهما شبه منفزة عشان يقدر شعاع الليزر يخرج من الانبوبة بيتوصل من الانبوبة التفريغ ده مصدر فر جهد عالي عشان يبتدي قد الطاقة للهليام وليون عشان يحصل اصارة للزرات وجود المرأتين العاكستين عشان يزداد التفريغ الكهراوي داخل الانبوبة فتزداد الطاقة الناتجة فيزداد شدة الليزر وحنا عارفين شدة الليزر مالهاش شدة معاناة بيختلف شدته ممكن يكون ضعيف او وسط او كبير الشدة بتاعته على حسب استخدامه زي ما هنتكلم في الاستخدام بتاعت شدة الليزر خصائص اشعة الليزر اللي عندي خصائص اشعة الليزر اللي عندي وان فيه حاجة وما اربع خصائص النقاء الطايفي في توازي الحزم الضوائي النقاء الطايفي لانه هو بيحتوي على مدى ضئيل جدا من اطوال المجوعة عشان كده بنسميده احادي الطول الموجي بنتكلم عن كده تاني خاصية وهي توازي الحزم الضوائي لان الفوتونات بتخرج في اتجاه واحد لا تعاني اي تشتت او انتشار تالت خاصية من خصائصه وهي الترابط ان الفوتونات بتخرج مترابطة زمنيا ومكانيا ورابع خاصية من خصائصه وهي الشدة وحنا قلنا ان شدة الليزر سابتة لانها لا تخضع لقانون التربيع العكسي بنتكلم بعد كده عن استخدامات اشعة الليزر استخدامات اشعة الليزر كتير منها ان علاج الانفصال الشبكي في العين علاج طول وكسر النظر بيستخدم في المناظير والعمليات الجراحية بيستخدم في الصنوعة مثل فاكب الماس بيستخدم في المجالات العسكرية كالردور بيستخدم في العروض والفنون الضوائية بيستخدم في اعمال المساحة بيستخدم في ابحاث الفضاء واستخدامات كتيرة جدا للليزر بتستخدم لانه من ضمن الحاجات المهمة اللي بتعتمد عليها التكنولوجيا الحديثة اخر فصل بيبقى هنتكلم عنه اثناء حديثنا في السنة في العام الدراسي القادم ان شاء الله وهو الالكترونيات الحديثة الالكترونيات الحديثة في بداية كلامنا عن هذا الفصل بنتكلم عن المواد من حيث توصلها للتيار الكهرابي المواد من حيث توصلها للتيار الكهرابي بلاقيها بتنقسم ثلاث انواع في مواد موصلة في مواد عزلة وفي اشباه الموصلات قلنا المواد الموصلة اللي هي بتوصل التيار الكهرابي او بتسمح بمرور التيار الكهرابي زي المعادن عامة حدير نحاس دهب بلاتين فضة المواد العزلة أو العزلات هي المواد اللي بتحتمع على نظرة من الإلكترونيات الحرة زي الزجاج خشب بورسلين أشباه الموصلات دي حالة وسط ما بين الحالتين ودي هنتكلم عنها باستفادة في خلال العام الدراسي أشباه الموصلات أنواعها في أشباه موصلات ناقية في أشباه موصلات غير ناقية أشباه الموصلات قولنا زي السيليكون والجيرمانيو لو هي ما الوحديهم فتسمى أشباه موصلات ناقية أشباه موصلات غير ناقية لما بضيف عليهم شوائب وكلمة شوائب بش معناها تروب شوائب لا نقصد بها هنا كميات ضئيلة من عناصر أخرى وبالذات عناصر المجموعة الثالثة وعناصر المجموعة الخمسة أشباه الموصلات الغير ناقية إيه أنواحها عندي ألاقي أن أجبال مواصلات الغرنقية أنواح عندي فيه بلورة من النوع الان بنقول عليها بلورة سالبة فيه بلورة من النوع بي اللي هي بنقول عليها البلورة المجابة البلورة من النوع الان اللي هي بتبقى بلورة من السيليكون متعامة بعنص من عناصر المجموعة الخامسة زي الزرنيخ والأنتيمون بلورة من النوع بي بنقول عليها بلورة مجابة وهذه بلورة من السيليكون بيبقى متعامة برضو بعنصر من عناصر المجموعة الثالثة زي الجليم الوصلة السنعية لها PN الوصلة السنعية يعني هي بلورة بتتركب من بلورتين البلورتين اللي عندي مكتوبين حتى ما بين الأكواس اللي عندي اللي هم ال P وال N اللي هي بلورة مجابة وبلورة سالبة الوصلة بتبقى طبعا موجودة على شريحة من السيليكون بتستخدم فيها نعرف لكن الأول هوصلها في الدائرة الكهربية ازاي هلاقي اني ليه طريقتين عندي في توصيل الوصلة السنعية في الدائرة الكهربية في عندي طريقة التوصيل الأمامي كما بالرسم في عندي هنا لو احنا خدنا بلنا مكتوب ال P type وال N type ال P يعني البلورة المجابة ال N أو ال N type يعني البلورة السالبة أو النموذج السالب عندي عشان توصيل أمامي فبوصل ال P type مع الطرف المجابة للبطارية ال N type فبوصل الطرف السالب أو البلورة السالبة بالطرف السالب للبطارية عشان كما بنقول عليها أمامي لأن كل اتنين متشابين بيتوصلوا ببعض يعني الموجب مع الكطب الموجب البلورة الموجابة مع الكطب الموجب والبلورة السالبة مع الكطب السالب الطريقة الثانية للتوصيل هي طريقة التوصيل الخلفي هلاقي هنا نعنتي P-Type متوصل بالقطب السالب للبطارية ال-N-Type هيتوصل بالقطب الموجب للبطارية استخدام الواصلة السنية قلنا بتستخدم الواصلة السنية في تقويم الطيار المتردد تقويم نصف موجي كما في الرسم لو أنا بصيت أدي ده الطيار المتردد قلنا الطيار المتردد هو طيار متغير في القيمة أو الاتجاه في القيمة والاتجاه قلنا تغيير في القيمة والاتجاه أو زي ما احنا شايفين أن القيمة عندي بتختلف بتزيد وبتقل الاتجاه مرة في الاتجاه الموجب مرة في الاتجاه السالب لو أنا استخدمت الواصلة السنية بقوم أو بعمل عملية تقويم للتقويم المتردد تقويم نصف موجي يعني هي تقويم نصف موجي يعني هخليه موحد الاتجاه يعني زي ما شايفين القيمة فيها تغيير اهي تتغير الكيمة زي ما هي لكن الاتجاه بدل ما كان في الموجب والسالب لا بقى في اتجاه واحد فقط بس عشان كده بنقول عليه تقويم نصف موجي بنتكلم ايضا في الفصل ده عن الترانزيستور والترانزيستور دي بلورة سلسية الاكتاب انوحها عندي في عندي ال NPN والPNP ال NPN دي عبارة عن بلورة موجبة متوصلة ببلورتين سالبتين البلورة اللي هالPNP عبارة عن بلورة سالبة متوصلة ببلورتين موجبتين وانا لو انها بصين على الرسمة اللي تحتها لان الترانزيستور بتكون من قادي الترب بلورات بلورة في النص بتسمى القاعدة بلورة العشمال بتسمى الباعث اللي على يمين بيسمى المجمع بيبتدي يحصل لهم توصيلات بطريقة معينة احدا هم بتوصيل امامي والاخرى توصيل خلفي بتكلم عن كلام ده باستفادة اسناء الحلقات ان شاء الله اخر جزئية في منهجنا عمتا وفي الفصل السادس عمتا او في الفصل التالت من الواحدة التانية وهو الالكترونيات الرقمية الالكترونيات الرقمية ده عبارة عن فرع الفيزياء اللي بيهتم بدراسة الاجهزة اللي بتقوم على نظام العد السنائي اللي هو الصفر والواحدة الاجهزة الالكترونية عندي فيه اجهزة تنظرية واجهزة رقمية الاجهزة التنظرية دي الاجهزة اللي بتعتمد على الاشارات الكهربية وبليها مؤشر او محاول ببتدى احرك بيه او اغير بيه الترددات بتاعتها عندي الاجهزة الرقمية وانا الاجهزة الرقمية دي هي اللي بتعتمد على السفر والواحد او نظام الجابر السنائي اللي هو السفر والواحدة اللي هو الان والوف هاي لو وهكذا اجهزة تنظرية من ضمن عيوبها الضوضاء الكهربية او اللي هو التشويش يعني لكن الاجهزة الرقمية دي ملهاش عيوب اخر حاجة بنتكلم عنها وهي البوابات المنطقية وان البوابات المنطقية هي دوائر الكترونية تستطيع القيام بعمليات منطقية مبنية على نظام الجابر السنائي او العادل السنائي اللي هو السفر الواحد انواع هذه البوابات فيه عند بوابة التوافق بنقول عليها او بيطلق عليها كلمة اند بوابة عدم التوافق اللي هي النند دايرة الاختيار دايرة الاختيار اللي هو الاور دايرة الاكس اور دايرة العكس اللي هو النوت في كل دايرة من هذه او في كل بوابة من هذه البوابات بيبقى لها عدد من المداخل وعدد من المخارج لها طريقة توصيل محددة البوابات دي بتختلف المداخل والمخارج بتاعتها على حسب طريقة التوصيل وده كله بيبقى من خلال الجداول الجداول ده وطريقة التوصيل وعدد المداخل وعدد المخارج وشروط المخارج ان تكون واحد لان احنا دايما بين هذه البوابات بنشتغل على كمتين فقط اللي هي السفر والواحد ايه هي شرط المخرب بيكون بسواحد كل ده هنتكلم عنه في خلال دراستنا للمنهج ان شاء الله في حلقاتنا القادمة يبقى اذا المنهج او المحتوى الدراسي اللي موجود اللي هنتكلم عنه طول العام بيشتمل على ان على وحدتين اللي هي الكهربية وان الكهربية عندي تشتمل على ثلاث فصول فاصل اولا الكهربية الساكنة او الاستاتيكية فاصل التاني بتكلم عن الكهربية المتحركة او الديناميكية او التيارية فاصل التاني بيتكلم عن التأثير المغناطيسي للطيار الكهرابي واخدنا فكرة عامة عن كل فاصل في الثلاثة طبعاً الثلاث فصول دول بيبعليهم كم مسائل هنتدرب عليها إن شاء الله خلال مشاهدتنا للحلقات طوال العام الفصل أو الوحدة التانية بنتكلم فيها عن الفيزية الحديثة والفيزية الحديثة قلنا بنتكلم عن ثلاث فصول فصل أول بعنوان الأطياف الزرية تكلمنا فيها عن تصورات تركيب الزر وعن الأشعة السينية تعريفها استخدامها خصائصها الحصول عليها أطيافها الفصل التاني بنتكلم عن الليزر قلنا برضو تعريفه الانبعث القول الانبعث المستحاس تكلمنا كذلك برضو عن استخداماته وخصائصه وأخيراً انتهينا بالإلكترونيات الحديثة تكلمنا فيها عن التوصيل المواد اللي هي العزلات الموصلات أشبال الموصلات الوصلة السينية الترانزيستور وأخيراً انتهينا بالبوابات المنطقية بكده ننتهي من حلقة اليوم على وعد بالنقاء الأخر إن شاء الله في حلقات قادمة لدراسة المحتوى بالتفصيل مع تمانية لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله بإذن الله والحصول على أعلى الدرجات في كافة المواد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته